في طريق جديد إلى الله مع ضيفي كريم نتحدث اليوم من مملكة الدراويش إلى مشاهدين الكرام في هذا المقام أرحب بضيفي الكريم الدكتور عمر الورداني دكتور عمر هو أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأيضاً مدير مركز الإرشاد الزواجي دكتور عمر أهلاً بحضرتك خطة عزيزة مرحباً بحضرتك أستاذة أنا سعيد جداً جداً في هذا الحال اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون حل ترقي ويكون حل إن شاء الله فتح علينا جداً يا رب الله مأمين رمضان بيكون فرصة دكتور عمر أنه الناس تبدأ تفكر وتتقرب وتتدبر وتمارس سلوكيات روحانية أولاً وترتقي فهذا ينظر إليه بأنه من قواعد التصوف البحث عن الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهل نستطيع أن ننصف رمضان بأنه البوابة العظمى للدخول إلى عالم التصوف بقلب سليم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مدامة بعد فالحقيقة إن كل العبادات الأربعة اللي مع شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله هي عبادات يمكن أن نسميها عبادات مكتملة الغاية يعني إيه مكتملة الغاية؟ إن العبادات الأربعة سواء كان الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة كلهم بيحققوا المقاصد الثلاثة بأفضل ما يكون اللي هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعمران اللي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والتسكية التي في قوله تعالى ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاة لما جهت تدين الكم ببشاعته وشراسته وثقل تراكمه حاول أن يردم على هذه المعاني مصر دب فيها التصوف حتى صار في مفردات الحياة فجمل الحياة التصوف يعني أغرق مصر في أنوار الله بثلاثة قيم بالرحمة والخير والجمال شوفي كل اللي أنا هقوله من العادات المصرية جميل الإيمانية المنورة التي سأتي لها بالدليل من الكتاب والسنة كلها هي بدعة عند هؤلاء حضيك عارفة أن مفهوم البدعة تم احتلاله في حاسم احتلال المفاهيم ومارسه التدين الكمي يختزل المفهوم ثم المفهوم يختل يبقى فيه اختزال المفهوم ثم اختلال المفهوم ثم يحصل احتلال المفهوم ترجمة نانسي قنقر